طبعاً على الفكرة بينجوسين أيضاً فكرة الوحي لدى النصارى غير فكرة الوحي لدى المسلمين تختلف كثيراً على الفكرة وحتى نضع الكتاب المقدس على أنه موحة من لدن الله تختلف إلى حد ما عن فكرة القرآن كوحي من لدن الله ما رأيكم؟ لذلك لا بأس عندهم أن هذا الكتاب الموحة هو البايبل هذا أو العهد الجديد بالذات حتى هو القديم طبعاً لا بأس أنه جرى فيه اختلاف اختلاف نسخ اختلاف فقرات فيه قالك لا بأس لا بأس لا بأس طب أخطاء حتى أخطاء قالك فيه أخطاء أخطاء علمية أخطاء فلسفية أخطاء تاريخية لا بأس علي كيف؟ حصر الوحي في الأخير في روح الكتاب فقط لا فيه خصوص تفاصيلي هل تقول لي دائماً؟ لا مش دائماً لا 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 هذا فيه آخر قرون بالذات بعد معركة إيش النقد الأعلى مع النقد الأدنى الأدنى أو النقدية الأدنى والنقدية الأعلى أو أو باقتصار النقد الأدنى كان شيئاً مريحاً للمسيحيين في النطاق الأوروبية بالذات الغربي لأنه يعيد قراءة النصوص المقدسة والنسخ من هذه النصوص بمناهج التاريخ ومناهج علم اللغات ومناهج أي أخرى علمية نحفية لا بأس لكن ينطلق من ماذا؟ من الإيمان بصدقية هذا الكتاب بصدقية هذه النصوص المقدسة بخلاف النقد الأعلى ينطلق أصلاً من موقف نقضي هو لا يؤمن بأنها أي محفوظة ولا أنها من عند الله ولا يتزيد عن كونها ماذا؟ جهداً وعملاً بشرياً وتراكمياً لم يكتب في وقت واحد ولا في سياق واحد لذلك ستجد فيه ماذا أقول لك؟ مدحفاً من الأخطاء الأركيولوجية والتاريخية والكوزمولوجية والفيزيائية في جميع أخطاء رهيبة قال لك قال لك عادي لذلك النقد الأعلى هذا هو نقد الحادي نقد هرطوقي جاء هنا المصلحون بالذات من البروتستانت الكاثوليك دائما موقفهم أكثر أرثوذكسية نعم البروتستانت طوروا أشياء كثيرة طوروا الموقف التجديدي طوروا بعدين الليبرالية البروتستانتية ليبرال نسموها يعني المتحررة أو كذا وأخذوا مواقف بعدين في القرن العشرين الأرثوذكسية الجديدة نيو أرثوذكسي بتاعت كارل بارت سنتحدث عنه هذا حين نتحدث عن عن نموذج الإنفصال ليس نموذج الصراع أشياء أخر كثيرة فمفهول وحي عندهم على فكرة أكثر اتساعا وأكثر مرونة أقابلية للتعاطي النقطي المفهول وحي لدى المسلمين لهم مبرراتهم ولنا مبرراتنا نحن على فكرة عندنا مزايا يعني لا بد أن نعقد عليه الخناصر ليس سهل عندك كتاب من ألف وخمسمائة سنة فعلا كما هو كما هو وصيبك من حكاية ومصحف صنعاء واليمن والكلمة والفارغ هذا الكتاب ليس محفوظا أصلا في المهارغ والسطور هذا محفوظ في السطور يا حبيبي هذا يتلوه الحفاظ والأمهات والأباء والأميون والعلماء من ألف وخمسمائة سنة في المحاريب خمس مرات في اليوم نظلي انسى انسى من كل هذا وهي يصبح الفارغ محفوظ بطريقة عجيبة لم يتسنى هذا لأي كتاب على وجه الأرض على هذا النحو إطلاقا